يقول السائل هل يجوز للمرء أن يهجر أخاه إذا كان تاركا للصلاة وعنده بعض المعاصي كالتدخين واستماع الأغاني وقد نصح له مرارا أرشدون بارك الله فيكم إذا كان تاركا للصلاة فإنه لا يجوز محبته ولا يجوز مجالسته لأنه كافر الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الذي يترك الصلاة متعمدا كافر يجب مقاطعته ويجب الابتعاد عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل ولو كان أخا لك أو أبان لك أو قريبا لك لأنه عدو لله الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترجمة نانسي قنقر